الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وانسار على ناجه واقتفى أثرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله تعالى وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ هذه الآية العظيمة من سورة آل عمران يأمر الله تعالى فيها المؤمنين بدعوة الناس إلى الخير وبأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وأن هذا من أسباب الفلاح انت بعدين بتموت وفي الموت في ناس بموت حسن خاتمة وناس سو خاتمة وفي ناس الملائكة بتبشرون في الموت بالخير وناس بتبشرون بالشر وبعدين في قبر قبر في أسئلة وفيه فتنة في ناس بيكونوا في نعيم في القبر روضة من رياض الجنة وفي ناس بيتعذبوا في قبور الآن في قبور وفي ناس بيتعذبوا كما بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما مر بقبرين في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحائط وأنه مر بقبرين فقال إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَان أو إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَان وَمَا يُعَذَّبَان فِي كَبِيرٌ ففي عذاب في القبر نازل الله فسايا السلام الرحم الله تعالى كما قال اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم والله الذي لا إلى غيره غفله إعراض أسهو وماشين جايين وأي شيء اسمعوه جديد امشو عليهم وأنا جايك بعد شوية بذكر لك بعض الأشياء إن شاء الله تعالى ففي قبر بعدين في قيامة تاني بعد القبر في قيامة والقيامة الناس فيها إما آخذ كتابه بيمينه زول بيجيوا كتابه بليمين وده حسنات أدقل من سيئاته ده في خير كتير جدا وإما أن يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره يده بوره وبعدين بالشمال ده بعدين بهلك وبعد ذاك في صراط جهنم تحيته في صراط اللي هو جسر والجسر ده الناس بتصعد فيه في زول بنجو وفي زول بقع تحيت في النار بعد الصراط في حاجة يسمى القنطرة قنطرة دي زي ديوان بعد ذاك الناس الظالم والمظلوم المظلوم برجعوا لحقه من الظالم بعد ذاك في الجنة الزول الدار ينجو في المراحل دي كله ينجو وما يدعذب ويفوز قال لك من أسباب الفوز والفلاح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولتكم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وخاصة في الزمن ذا نحن محتاجين حوج ماسة وحوج شديدة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنا ماذا أرى أفصل في الموضوع هذا كثير جدا لأن الناس الحمد لله فصلت في مواضع أخرى وفي أماكن أخرى والأمر بين للكثيرين ولله الحمد لكن نحن في حوجة الليلة في بنات مدبرجات لافات ما جايبات خبر واحد من الصباح تصحى تعمل حاجات في وشها وفي جسمة وتمرق كأنه حلال لما ندعوذ ذاته ويمشينا الدكاكين وابتعنا الكريمات ويمشي ليداك ووجي ليداك ويفعلنا إلى خيره ويتبرجنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما في صيح مسلم صنفاني من أهل النار والله أنا أتعجب زول مسلم ومؤمن اسمع كلمة نار ويمش ساي يقول له شيء دب ودي النار وماشي في شغلته يا زول دب ودي النار جهنم جهنم نزاعة للشوى يعني جلدة الرأس بتقطع بره انت كذا فكر في الموضوع ده جهنم دي زول بدخلوا أعمى وجمر في العيون وسيخ وحديد في الجسم ولهم مقامع من حديد وضرب وعذاب وجوع وعطش قال قتاد ابن دعام السدوسي رحمه الله تعالى يلقى الجوع على أهل النار مئات السنين حتى أنه يعدل ما هم فيه من العذاب جوع ساي بس مصارين تتقطع ومصايب بالموية كذي وسقوا ماءا حميما فقطع معاهم فالمين بيسمعوا النار ما شين ساي وقال لك صنفان من أهل النار لم أرهما رسول قال نبي عيني ما شفتهم صلى الله عليه وسلم لكن قال لك ده البجو قال قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ناس ظلمة حقارين يدقوا في الناس قال ونساء ده الصنف الأول الثاني قال ونساء كاسيات عاريات كاسيات لكن قال لك عاريات لابس لكن كأنها عاريان وده مشاهدة الآن كاسيات عاريات مميلات مائلات مميلة لغيرها ومائلة هي عن الصراط المستقيم قال رؤوسهن كأسممة البخت المائلة قال لك الرأس بسرحا تسريحا فوق زي سنام البخت البخت كأسممة البخت البخت الناقة قال لك رأس زي الناقة فوق زي السنام قال لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد مسيرة كذا وكذا ما كلام خطير ده منكر كمنكر من المنكرات الآن منتشر اسمه التبرج شغال وفتنوا الشباب وخلوهن لاب فين ساي تركب المواصلات تلقاهن ولده بيت قدام يتونسوا قبل اللي قيت ولد بحضر فيه بيت في صور ويحضر فيها في الحافلة قدام ما عرفنا نشتغل المساعدين ولا سواقين نقلب بيهم ولا نعمل شنو ذاته حيرونا هؤلاء الناس أي محل والدبرك بضع شوش قاعدين يخلطوا يتونسوا قلت لك شنو قلت لك شنو ويا سوسو يا حمودي سوسة تاخدكونا اللي اتنين يا ناس دي ما مصائب في البلد شغالة دي البي جنب من المنكرات المنتشرة تضيع الصلاة زول قل لك أنا مسلم تقول لك الإسلام بنية عليكم ولك خمسة أركان أها كذا أذكر عليه ولك شهادة اللا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بنا شهادة اللا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أها وإقام الصلاة خلي الباقيات بس نمر اتنين دا إقام الصلاة هم ضيعة ودي من أسباب العذاب قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات مما ضيع الصلاة طوالي مش لاشنو الشهوات لأن الله تعالى قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وهو ضيعة مع نبي مشوين قال أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا غيا في تفسير ابن كثير قال قال ابن مسعود رضي الله عنه غيا وادي في جهنم بعيد القعر خبيث الطعم قعر قعر بعيد قال لك غيا دوادي في جهنم قال لك قعر بعيد هناك والطعم بتاعه خبيث الطعم دل الزول اللي بضيع الصلاة ويتبع الشهوات قال وقال ابن عباس رضي الله عنه ما غيا خسرانا يعني زول بيخسر يوم القيامة لأنه ضيع الصلاة وهي ما يعقل أصل زول مسلم مؤمن في قلب زرة إيمان ما يسجد لله ولا يقوم ولا كذي استوي هو والكافر يكونان سواء الصباح راح يا زول ماشينا الشغل صليت لا لما الله غفور رحيم ها الظهور كيف غفور رحيم العصر كيف غفور رحيم والمغرب والعشاء وما هاتش سايح والله في شباب سجد لله ما بيسجد وده في الجنسية أو في الرغم الوطني أو يسألوه ها الديانة شنو يقول لك مسلم ده مسلم صيني ولا شنو ده مسلم ما أصلي ده مسلم ماسورة والله ده مسلم كيف كيف إتا تكون مسلم وإتا أول ركم بعد الشهاتين ما قادر تطبقه صلاة بتكلف شي بتلقي جك جك زي العتود العصر تلقي ما كلم لحويك قدرة ويلابس ليش انكارات ولك عندنا تمرين ويجوك نفسه يقوم والمدرب كمان ما عنده شغلة يقول له لف الميدان ده خمسة مرات حوس يلف كويه والله ما شاء الله كرعيك ده الملولوات كذب تمش ليه قدام يملولوات مش ليه قدام كيف تأخذ شو الناس ليه وبعد ده بعد التمرين ده تقول له صلي يقول لك والله فترانين شوف التمرين نشيط شهتعرف الشغلة في نهاية لخبة وشغل بتاع شياطين وأهواء وغفلة فدي من المنكرات المنتشرة تضيع الصلاة وده من أسباب عذاب القبر كما في حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه في حديث الرؤية في صيئة البخاري من المنكرات المنتشرة أيضا استماع الأغاني غنى شباب تلقاهم أغلبية إلا من رحم الله تعالى تلقى ذهبش الموبايل تلقى شاء الله كم غنية في موبايله وبالليل ما يقدر ينوم إلا يشغل غنية معينة هوس بس من تعشياطين وبالنهار تلقاهم في المواصلات برضو خاتل سماعات ويتلقاهم دموع سائلة يتبكي ما لك والله يقول لك لهيب الشوق أيوة لهيب الشوق وببكيك لهيب الشوق أهوى صورة القيامة كيف والله صورة القيامة تمام لكن احنا غايته القرآن دا وإذا قرأ القرآن بقراء غلط زاية العاية فاستمعوا له وأنصتوا ولأنصتوا بلخبت غايته هي وأنصتوا لعلكم ترحمون قل لك يا مولانا ما تشغلوا القرآن الناس مشغولة والناس ما بتسمع هو مضايق من القرآن ماذا ريسمعه زا صح التعبير فالمنهم بتلقاهه بتاعهم غنى والنبي عليه الصلاة والسلام قال في صيح البخاري ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرة والحرير والخمر والمعازف الحرة يعني الزنا يحللوا الزنا زيسي بعض المهوسين يتصلوا بك وهذه مرة اتصلت بي رسالة ديرا سائل قالت والله اتزوجنا عرفي ولين شهر كده قالت بلين شهر كده قال لين شهر كده وازواجنا عرفي والموضوع ده ودارين وفي مشكلة وكده ودارين حلوها بعد اتزوجوا عرفي وقالت دفع حق الشقة وده يشقوا البلد وخربوها مرة واحدة بعد دارين عالجوها بعد كثروا الموية ومشد وصلتوا مبد وحاج يوسف وداري الحق وانا الحق كيف تاني شغل دي ما جوطوها والله الزواج عرفي يا ناس عرفي بتعشنوا والزواج الحقيقي ده الله يستر على الناس بعده والزواج العديل ده بعده بيومين تلاتة يجوك يقول لك مشكلة والله المرة دي ما بتعرف تسوي ملاح خدرة يا أخي خلي يا أخي وكل بام يا خلاص انت إلا خدرة دي مشكلتك بس وكل هوس ومشاكل فلذلك قال يستحلون الحرة أي الزنا والحرير يعني الحرير للرجال حرام والخمر والمعازف الشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم والمعازف يعني ديل بحلل المعازف والآن كثير من ناس الواحد تغلبه الشغل يشتغل فنان قروش كل حرام والله لأن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه ولا تلقاه بذل موبايل يا أخي الله اداك نعمة واداك السمع دي تقال الدوك لساي تقال يوم القيامة بس الشغل بما شوك ذي ساي فالقيامة في سؤال السمع ده بيسألك منه اشتغلت بشن قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول مسألك من سمعك اشتغلت بشن والله يا الله غايته عشرين غنية لي فرفور هابتة فرفر كويس أصبر وثلاثين للحوت وعشرين للإمبراطور وفي أحدات ما السودانيات وتلقى وقال دي انجليزي والرقشة كلها ترجف شغال لغنية انجليزية يقول تلاش رح يقول لك ما عارف لكن غايته لحنا ظريف ظريف بتاع شوني أخي ممكن بنبس فيك السيدة انت بتسمع ساي تسمع للناس ولخبة وحرام فمنكرات كثيرة منتشرة وبلاوي وانتشار لكن أعظم منكر عصي الله به شفت المنكر الذي يغضب الله الغضب العظيم هو الشرك بالله تعالى أقعب منكر في الدنيا دي سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله أي الذنب أعظم قال له أعظم زنب شنو كذي التأسيل وسأله قال لك أقعب زنب شنو واحد يقول لك والله تعرف أقعب زنب الزول ما اسمع كلام أم وابوه لا لدما ياهو أقعب واحد والتالي يقول لك والله أقعب شنو الزول شنو القروش الناس وديون شيكات طائرة وديب تكون كاتمة معابيا جنب يا الزول دما أقعب زنب والتالي يقول لك والله تعرف أقعب زنب في الدنيا دي بيت تكون محترمة اغتصبوها كعب شديد يا مولانا كعب آيو شديد جدا لكن أقعب زنب عصي الله تعالى به قال أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقت الله خلقك تجعل له الند هس كده لله المثل الأعلى اتدأ ازوجت لك مرة وساكن مع نسابتك كل يوم بتشتغل من الصبح تمرق الشمس ما وقعت ما طلعت تمش تشتغل تجي العشاء شايل لك كيسين تعد خدار ولحم وناي وتخدتين اليوم الثاني والتالي شهر شهرين ثلاثة سنة سنتين عشرة البمرض في البيت تودي المستشفى والبعمل شنو كذي واقف معاون بعد يومين ثلاثة جزول قال ليون ها والله ما شاء الله بيتكم ماشي تمام هالبينفق عليكم منو الله يقول هالبينفق علينا فلان ده وفلان ده بكون قاعد في البيت نايم من الصباح للعصر ويت تعبان الكلام ده بزعي لك ولا هم بزعي لك بزعي لك انو ات ات المنفق وده ما عمل اي شي يشكروا فيه وهو ذاتوا بينفقوا عليه طيب طيب لله المثل الأعلى السمد خلق منو الله والأرض خلق منو الله والشيوخة خلق منو الله والنساوين خلق منو الله والرجال والأطفال كل شي مش خلقوا الله قال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل لما انزول يقول ليك فلان بدي الجنة الكلام ده بغضب الله ولا ما بغضبه لانه البدي الجنة شكر رب العزة والجلال قال في سورة البقرة ولا يحل لهن أن يكتمنا ما خلق الله في أرحامهن هل بيخلق في الأرحام الله سبحانه وتعالى قال في سورة آل عمران هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء بصورك الله سبحانه وتعالى شكري من أسمائه المصور ومن أسمائه البارئ ومن أسمائه الخالق سبحانه وتعالى ومن أسمائه العليم القدير له علم وله قدرة يخلق سبحانه وتعالى لمن تمشي تشكر غيره كما قال تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها يشكروا غير الله وينكروا نعمة الله سبحانه وتعالى ولك والله لك سنتين مولدت كذا تمين ثلاثة تمين ثلاثة مولدت أربعة خمسة ولك أمش لي فلان فلان ما له بدي الجنة فلان بدي الجنة والنساوين يتلمن فيك كبار مرات يقول لك أمش ليه يا أخ أمش ليه يمكن يديكم حاجة يدي منها جماعة في جنة في البلد دي وعلى فلاء كتب والله الذي لا إلى غيره ولك فلان بدي جنة ودي دي تخصص كذب ومصائب تقيلة جدا زي ما واحد قال كباشي كم أدى ولد في كل بلد طبعا الناس ما شاء الله محترموا دار يسمعوا الدين وفي جنة أبوهاد برضو ناس هنا عندهم الرتب بجزاء الله خير جوا يسمعوا كالتر خيرهم برضو وفي ناس من عامة الناس جوا يسمعوا في ناس عيانين بي جاي الناس تتحملهم برضو في واحد عيان بي جاي عقيتو في شيخ في الكلاكلة مربع ستة الشيخ دا قال الرسول جاءنا في الكلاكلة مربع ستة ودينا بالتيخة أكل معانا قال الرسول قال أكلو بالتيخ المجار ما ديلك بي غادي هس دي ما قال لتدب التوكيد جاك الرسول ما تبشي تشتري من دي تجيب بالتيخ يا يابس يا فقير بالتيخ يا أخي ما معروف حمراء ولا بيضاء قال الدو بالتيخة في مربع ستة الكلاكلة يعني لا جاء في الحرم المكي ولا المدني جاء الخرطوم وفي الخرطوم الكلاكلة مربع ستة في البلد دي ما حوصت مش اتفتلت الشغلة دي جاتت كل يوم جاء يبين لنا مصيبة جديدة نسأل الله العافية دا قال لك كباشي كم أدى ولد في كل بلد كم حل عقد كباشي يربط ويحل في كل محل كباشي المتوكل لأمر يكل كباشي من غير مس أتفل كم أدى طفل كباشي الكلام ده مش بخالف القرآن لقوله تعالى رأيتم ما تمنون وأنا ما لجيت أوضح من كلام الله سبحانه وتعالى شوف الكلام ده واضح كيف ولا دار شرح كثير قال لك أفرأيتم ما تمنون دي مش أيه زول بعرفة إنتب تزوج بعدين بعد تزوج المهم أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون يعني ثاني الله يقول للناس كلام موضح من ده كيف شكير رب العزة والجلال قسم الناس في الموضوع ده لأربعة قال لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء أي زوج الزوج امرأ ده واحد من أربعة ما في تكسيم خامس قال يا أبو لي من يشاء إناثة إناثة الله بيديهم بنات بس بيت عشر بنات بس كذي بس هب من الله سبحانه وتعالى وتلقى ما أدبات هنا اتنين تلاتة وقاية من نار جهنم إذا أدبت إنصاحك بعدين قال لك يا أبو لمن يشاء إناثة قال البغوي رحمه الله ونقل ذلك ابن كثير في تفسيره قال يا أبو لمن يشاء إناثة كنبي الله لوط عليه السلام لوط عليه السلام عم إبراهيم عليه السلام وعند بنات زردت بنات بس بنات مأدبات محترمات ويهب لمن يشاء الذكور في ناس الله بيديهم ذكور بس ذكورا قال البغوي رحمه الله ونقل ذلك ابن كثير كنبي الله إبراهيم عليه السلام ما من الزرية عند ولدين إسحاق وعند إسماعيل ليو ذكور ما عنده بنات إبراهيم عليه السلام أو يزوجهم ذكرانا وإناثا إدي بنات وأولاد إدي فيه ولا ما عنده بنات وعنده أولاد قالك نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم عنده من البنات زينب ومكلثوم وفاطمة ورقية ومن الأولاد إبراهيم إلى آخره عنده أولاد وبنات ويجعل من يشاء وشنو عقيما في ناس لا بد لا ولد طيب زول الله جعلوا عقيم كذي أمر من الله حكم فلان دا إجي عقيم تاني في زول في الأرض بيقدر يعمل معارضة قول أنا بديو دا بتشتغل ضد الله سبحانه وتعالى والله الزول دا جابه عقيم كذي لحكمة يعلمها هو سبحانه وتعالى ليخير يمكن يدخل له في الآخرة يدخل له شي أفضل من الدنيا إنت ما لك إنت خاشي في النص لها قول لك لا والله آآ غايتو أزول لبس كذي يجيب لنا الولية إن شاء الله بينا ديك جنة وأدقس ودي للولية تب مجنوم في راجل بيودي مرته لي راجل قول لديني جنة هيدا دار لها شيخ رامتالي بيديك جنة دار لها شيخ دي بي لعبوا بالدين وأنا قاعد في البلد يلعبوا بالدين ومصائب كثيرة جوال لك إي باج ما الكلام دا ماضح بس أنا دار أي زولي قول لك شيخي بيدي جنة قول لها بيدي كيف بس أقعد قول لها الشيخ العملية دانا دار أحضرها ما تقول لها يمشي التراب دار مي في حمد النيل لا تراب برمي قبل وينة أنا دار أشوف المرضي بتاديها كيف إن بتعمل بيدك كذي دي ساي كذي من برة بلوت الساي كذي بتاديها خلاص أنا داتي بعمل كذي في زولي بيدي جنة كذي يا أخي يا أخي زكريا عليه السلام رب العز والجلال قال كافها يا عين صد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداءا خفية ولما تقرأ القرآن ده تلقى الأنبي يديه طب والي بيمشوا فوق بس بالتجهوا فوق ما بيمشوا تحد يعني كاي بيمشوا فوق الله رفعون ونحن ماشيين تحد ياهو شغلتنا ماشي تحد إلا من رحم الله مننا اتها مش فوق شغلت دي كلها فوق ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداءا خفية ذات الله سبحانه وتعالى أن نداء ليهو ما ذار شغل كتير لا ذار مواصلات لا تذكرة لا زي بتاعت المينة البر ديك ترملك حاجة زي الزرارة ما ذار أي شيء بطوالي بس ترفع يدك بل ليه الكذي الناس نائمة ولا بالنهار ولا في السجود المهم ترفع يدك إلى الله تعالى الأبواب بتتفتح طوالي بس ترفعه صح يدك دي ارفعه وأثني على الله الثناء العظيم وينكسر ليهو وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذاك قدم دعوتك بعد ذاك أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى قبل ذا كله وبعده فإن تقال لك ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفية قال رب إني شوالآن بيدالي بعرفه يدعو كيف رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا يا الله العظم وهن والشيب قام وإت يا الله سبحانه وتعالى ما عوّت تنيتر الدني ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي أنا خائف على الدين وكانت امرأتي عاقرا نبي قال مرأتي عاقر يجي داي يقول لك أنا بدي الجنة نبي قال لك أنا مرأتي عاقر قال لأ الله سبحانه وتعالى لأ الله مش لك قال وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك منك انت يا الله ما ذاير من غيرك فهب لي لأنه غيرك ما بدي فهب لي من لدنك ولي يريثني ويريث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا بدع دعا نازل دعا عجيب جدا يا الله داير جنة وانا منكسر وانا توكذي وانا 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 ويا الله الجنة جيبوا لي صالح ممكن الله يديك جنة لكن الجنة دا حميك النوم ويجيب لك مشاكل مبلاويه في الروضة يرفضوا لك تجيب المدرسة بيطلع لك مشاكل اكبر شوية تبقوا تكوس له بالليل في أولاد ما تعبين اببها تنسي ما في فيه لكن قال لك الرجل ددعا زكريا عليه السلام ربه بدعاء شامل كامل عظيم تعال شوف العجابة يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيا ادلو اسم له انا نبشرك بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سمية قال ربي انها يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين علي الله هين معناه علي غير الله شنو معناه صعبة شغلها دي قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تكو شيئا فلذلك اهم شيء عقيدتك في الله تكون صحيحة الجنة ده بيدي الله اسأل الله يديك جنة خمسة سنة ما اجيت ما اديك جنة ستة سبع عشرة المهم وانت قبل ما تتم عشرة ازوج اتا ملاوز ما لك اتا ازوج التانية برضو ما في جنة التالت ما في الرابعة ما في خلاص بعد ديتا اسأل الله وانكسر له ما في اعرف ده لي خير اعرف شغلتك دي كذي تمام لي خير بعدما عند الله خير وابقى هيد الدنيا دي تا دار تعيش فيها قدر كيف تا الدنيا دار تعيش فيها وهيد الدنيا كلها قال لك احقر عند الله لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء فالدنيا الجاريين في ادي ومبائلات ومشو الصين وبيجاي ديلي سافروا وين وده مباشي وده داري تخرج ودهك ماشي يحضر وده داري تزوج وده جاري وده تعبان ودهي شاكل في ده ودهي قاعدين جنب الحجر ودهك بيسف فيها ودهك بيلف فيها وقلقبتة كثيرة اتا قايلة قدر كيف الدنيا دي واتا قايلة عظمتها شنو جناح بعوضة يعني انت تعبان ليك مش في بعوضة كاملة جناح والجناح ذاته ما بتاقل كله في زول اللي قدر الدنيا كلها سكانت دوك لا تشت كذي بتتمها قبل ما تموت بعد شوية بتخش الأربعينات خمسينات بيجيوك سكري تاني ما بتاكل باسطة ها مسخد عليك تاني تخش الستينات سمعك بيدعب تاني بتقبل وين تخش السبعينات تاني بتطشش براك من السيطة الشاشت بيك تخش التمانينات بتنترم تنترم بعدين جو القبر ما معروف بيحصل لك شو دار تعمل شنو يعني ما في متاع قليل في النهاية فالإذار كدت عقيدتك في الله تكون صحية دا جانب الجنة تمش جانب تاني ظل فيه الكثيرون جانب علم الغيب ناس مسلمين ومؤمنين ناس مسلمون ومؤمنون إذا قيل لهم هل كلام الله صدق قالوا صدق ولك كتاب الله دا فيه كذب ولك ما فيه أي كذب أي معلومة في القرآن صاح ولك أي معلومة صاح تمام جدا هالله قال في القرآن الملائكة ما بيعلموا الغيب والجن ما بيعلموا الغيب والبشر ما بيعلموا الغيب والزول بعد يموت ما بيعرف الوراء شنو وهو حي ذاته في حاجات بتغيب عليهم أقرأ القرآن دا كلام دا كله تلقى في القرآن رب العزة والجلال قال في سورة البقرة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض شنو خليفة اللي هو آدم عليه السلام قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون شان ما زال يغشك أقول لك الفكيدة لعرف الرايحة وبجيبه أقرأ القرآن دا بتختنع لأنك بيكون قوي تاني لبتخاف من فكي ولا أي شيء عقيدتك بتبقى في الله صيحة شوك دربك بتموت الله برحمك من طالة الزمن أو قصر قال وعلم آدم الأسماء كلها بعدين الأسماء كلها في تفسير ابن كثير أسماء الأشياء قال لدي شجرة ود جبل ود كذا علموا الأسماء وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئون بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا أحفظ العديل الذي كويس أفهمها شتاين أو زون ناغشك حتى لو ما حفظ العايات قول آزل الله مجعل ما دم أسماء أشياء آي والأشياء دي الملائكة قدروا يقولوها والله ما قدروا يقولوها ليه لأنه ما كانوا عارفين أيوة ابقى الملائكة بيعلموا الغب ولك لا معنى ما بيعلموا الغب خلاص دي انتهت أمش قدام الجن الشياطين بيعلموا الغب ما بيعلموا الغب لأن سليمان عليه السلام سخّرت له الشياطين فالشياطين دي الله سخّر ليه والله ائموروا وامشوا وإيجوا وطيعوه وما كان بيتعلم السحر الله سخّر كذي من أمره سبحانه وتعالى لأنه دعا ربه فقال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده شكايا يزول تلقى لابس له خاتم وفيه وارغام والارغام دي تحسّبه تلقى خمستاشر بيجاي وبيجاي وقول لك ده خاتم سليمان أعرفه ده مستهبل وزول بتاع الأخبة تساهم ولا جاهل خاتم بتاع شنو خاتم سليمان شنو يا زول سليمان عليه السلام قال لك قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده عشانت مدخش في الشغلاء لا ينبغي لأحد من بعده إنك أنت الوهاب بعدين سخّروا لي والجن والشياطين إلى آخره ورب العزة والجلال برأه من السحر فقال واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت إلى آخر الآيات فبعدين سليمان عليه السلام أمر الجن بيقوا ابنه ابن صرح كبير آخر اليوم يعاين له وهو عنده قزاز وعنده عرش كبير بعدين متكع على عصايا ودعاين له واقف يقولوا والله معنا البنيان ده ما عجبوا آخر اليوم بعد تعبوا ابنه كبير ثاني يكسروا بكرة الصباح ابنه جديد ولما نواقف كذي الله كتب عليه والموت خلاص مات والأنبياء أجساده ما بتتغير بالموت يعني أجساده ما بتتحلل في الواتف زي أجساد عامة الناس بعدين بيقى بس متكع على العصايا وهو ميت سنة كاملة تخيل فترة من الزمن ومتكئ جاءت الدابة بيتحي تكلت العصايا لما نكلت العصايا بعد ذاك شنو أي وسقط على الأرض فأنزل الله الآيات التي تتلى على النبي صلى الله عليه وسلم والتي فيها بيان القصة بإجمالها فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين كانوا يعلموا الغيب كان واحد قال لهم أسمعوا والله سليمان مات تاني مات ابنه لكن شغالين ابنه ويكسروا ابنه ويكسروا وما عارفينه شنو فارق الدنيا مات قال لك فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين مش أراتوا هاتحوا كلام واضح أدلة واضحة لأن الجن ما يعلموا الغيب البشر كلهم ما يعلموا الغيب لقوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون وزول مات تاني ما تخاف منه مش مات دفنه أولا يخوفه قولك والله شيخنا ده في القبر غايته بمد يده مرات امده شغال تسلى بلعبه ماله بمد يده لأي يعني في زول قاعد مع ملايكة جوا يمرق يده ليه أنا دائرة عارف يجيبهم في الجرائد وفي غيرها قبل كذي جابوا فترة قبل فترة قالوا واحد طلع كراعه برج في المغابر يعني تخيل أنت ماشي جاي بالمغابر سلام عليكم أهل الديار فجأة بس زيت ترباس حاجة مرة قد بره ده بتقيف ده عملك ماجد ما بتبقى مارك والله قال طلع كراعه وقال وده دار امرق بفوق ولا بيتحت ومطلع عليه أنا ما عارف ناس جوه القبر بيشاغله في الناس ليه إنت جوه القبر بتشاغل في البر ليه ما تخليك في شغلتك جوه إيته واحد قال طلع موية برضه ما عارفه ده عصر جوه غايته وطلع موية يجيبوها لك كرامة يقول لك طلع موية من كراماتي طلع موية نحن ما دارين موية يجيب لينا ماذا ولا بيبسي ولا حاجة موية البلد دي جات موية بره بتكسر في الشارع يعني العتود عنده كرامة كسر في الشارع تجيب لينا موية ليه يعني دارين موية نحن ناكسي موية كلها هوس يغش في الناس والله يخدع فيهم ويخوفون يخوفك ولك الشيخ من القبر بعرفك بتعمل في شنو هالله قال في القرآن سبحانه وتعالى في سورة المائدة شوف القرآن ده واضح كيف قال يوم يجمع الله الرسل يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم يا رسل قدت الحصل بعدكم شنو ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب يا الله نحن بعد فارقنا الدنيا آي تاني ما عندنا علم لكن لما كنا معاهم في الدنيا الشايفين ذاليا هو أننا شايفين شكذ عيسى عليه السلام لما رفعه ربه إلى السماء وبعض الناس عبده في الأرض غالوا فيه بعدين غالوا فيه يعني رفعوا فوق قدره عليه السلام قالوا إن الله ثالث ثلاثة وذلك الناس ما بيفهمه كيف يكون الله ويكون ثلاثة بس واحد كيف يبقى ثلاثة لكن لخبة عندهم في النهاية ومفاهيم مغلوطة وشيرك كفر بالله تعالى فرب العزة والجلال يوم القيامة يسأل عيسى عليه السلام وإذ قال الله وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إلى آخر الآيات من سورة المائدة فما يبزلغ الشكل قلت لك يا أبونا الشيخ ده في أحد بروفسير كان مدير جامعة المدرسة الإسلامية ألف لك كتاب يستنبيونك سألو قال له الولي ممكن يمرق من قبره مش مفروض يقول ما ممكن لأنه الله قال في سورة آسين سبحانه وتعالى ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون المادة ما بيرجع في الدنيا تاني إلا القيام وبعدين قال أهي القبر أهي القبر أهي القبر أهي القبر أهي القبر الولي بيمرق من قبره وقد حوائج مريديه ويرجع تاني واسين قبضوك في حراسة بتمرق ساي حراسة كذبت ساي إحنا قبضونا مرة في حراسة واحد مشاغب كذب معانا بعدين ما قبضونا في الحلقة جا واحد سكران لخبة الحلقة ودور الضرب بعدين جوا ناس الطارة كالترخير رفعونا غايته رفعونا في واحد بتاع درداقة ما لموا فيه اللي قد التسالي والفول والدرداقة يقولوا دي حق اطمنو الناس نكرواها كلهم ما فيه زون التسالي بيقى حلال أي شنو حلال في الظاهر كذي يعني بعدين عند الناس يا بعدين ما شووا ودونا هناك ودونا لما فينا واحد في واحد ضابط فيه خير قالتو مشكلتكن شنو في واحد سكران وفي واحد برضو صوفي ساوي غلبة اها قال الصوفي دي جيني بيجاي وقفو بيجاي أنا تكيفتا طبعا وقال تانين يجيفو بيجاي تانين يتكلموا قام ووقفوني أنا قالوا خلاص يتكلم نيابة عننا ووشروا علينا فجنابه دا عنده نجمة هنا قال قال للصوف قال لينا اها اتفهمكم شنو اتو الحاصل عليكم شنو مالكم مع النازل قلت له والله سعادته النازل صفحة كذي قالوا كذا وكذا وكذا وصفحة كذا في كتاب قالوا كذا وكذا وكذا بعدين جبت لالكلام حكت لالقصص وكذي قالوا قال ابو البيت ولد صفحة اربعين لأربع واربعين من كتاب ليك سلام مني وما بعرف عمله كذي بقيت اجيب لالصفحات والكتاب اتكيف شديد جدا المهم عنده عقل مركز تمام وشك ومكانته تمام المهمة اتكيفت منه جدا فقال ليه كويس يا الله اتأسوف يا ها ورين اتمالك مع النازل والله سعادته النازل الشيخ مات في الحمام قال ليه عندك صفحة كذي ولا ما عندك اوواك وريني بس ما تقول ليه حمامو ما حمامان عندك لا يا سعادته مالاكين قلت لأرضو متوالي عندك صفحة كذي ولا ما عندك قال ليه دارته خمانا نخنا سعي حمامو وحمام نشغلتنا حمامات بجنيه مالا ومالا نحن حمامات شغلتنا بها شنو فكلها لخبة في النهاية فالزولة منصف الشاهد دخلونا جوه واحد من شبابنا عنده شغب شوية سوى لخبة المهم بقى بجوته كذي سخانت به الشغل انا ماشي وما كلمت ناس البيت جابت على جواحد شغل صبارة عسكري دانا تكيفت منه عنه رشاني انا مع الجمال لكن تكيفت برضو رشت صبارة كلها كبابه فيهم جوه والتلات ديون يا اخو عن بحجز فيه دار الدين لانه عندهم غلبة في النهاية فاذا كان دا شرطة ما بتقدر تمروك يبييتوك ما بتقدر تمروك إلا بعيز وضمان وليبكرة وفي حاجات كثيرة واكتبوا اسماك ات في القبر بتمروك زي منكر ونكر ديل بيسألوك من ربك تقول لهم دقيقة في زولنا دانيه ديل ما بعرفو دقيقة عندهم مرزبة من حديد في مسند امام احمد لو ضرب بها جبلا لصار ترابا جبل كان الدوبة الحديدة دي بيبقى تراب إنت تجي إنها أدوك زي ابو يا الشيخ وتبقى مارك وتاني تجي راجع شغل فوضه فلذلك عقايد منحرفة يعتقدوا انه دا بيعلم الغيب ودا برد الضالة ودا بجيب الرائحة ودا بعرفوين والرسول عليه الصلاة والسلام قال من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم كلام دا ما خطير يا جماع زولي كفروا ما جايب خبر ونحن والله خايفين عليهم ما تفتكر كلام ذا وبنضحك وكذب خايفين على النازل لأنه مرة تلقى تصلي بالليل وتصدق وتربي في ولادة وتلقى عفيفة طاهرة ما بزول بصلة تلقى ما أدبه بعد في النهاية تمشي لا قب ولا لمنو تقول لا يجب ليه الرايحة وعمل لي وسوي ليه تضيع دينه ما جايب خبر ما جايب خبر تتفاجأ يوم القيامة شكير رب العزة والجلال قال وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا أنا من حاجات المكيفانين في يوم القيامة ذي أنه الشغل ما لما سايد ناس العز بخشوا بإعجائي ناس بحر بإعجائي لا 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 واحد 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 بيمسكوها تفلانة هي أجب في إعجائي حاسبك نفر نفر قال وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا نفر نفر كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون فالموضوع خطير جدا نقطة آلتة والأنا شاف الزمن بدأ يمش من النقاط مسألة الدعاء بعد الله ينجيك تعرف الجنب الدية الله وما بيعلم الغيب إلا الله ما تعلمش لدجال في نقطة آلتة لمسألة الدعاء زول يدعو غير الله سبحانه وتعالى ونحن المسائل دي بنأكد على طوال كثير لأنه ده أعظم موضوع كما بينا في الحديث السابق حديث ابن مسعود رضي الله عنه ولأنه أي يزنب في الدنيا إتتعمل إنت تحت المشيئة أي يزنب إنت في الدنيا دي تعمل إنت تحت المشيئة يوم القيامة تحت المشيئة يعني إن شاء الله عذبك وإن شاء شنو غفر لك لكن برضو الزنوب خطيرة ما تستهين بها إلا الشرك ده الله ما بيغفره لو موتت وإنت مشرك بالله عندك فرصة في الدنيا توبت أي جدعت الحجبات كشحت التراب أنت على البركة أي شيء ما شيت تمام أي وحدت الله عقيتك في الله كويس جدعت الكمون وبقيت بس لله وحده تعبد الله وتعمل العمل لله وتتوجه إلى الله وتفر إلى الله وتدعو الله إلى خيره أنت الله برحمك لكن تمش بغير هذه العقيدة صحيحة قال تعالى إن الله لا يغفر أي شرك به والناس يسمعوا الآية بمرروا ساي أنا قاعد أكيف معاه بقول الله ده من أسماء الغفور الغفور ومن أسماء الرحمن الرحيم وقال رحمتي ورحمتي وسعت كل شيء اتخيل الله الغفور والذنب ده ما بغفره معناه شنو إذا كان الغفور الزنب ده ما بغفره معناه الموضوع ده خطير وإذا كان الرحمن والذنب ده بتردك من الرحمة الوازعة دي معناه الزنب ده واش كعب شديد معناه ده شيء خطير مرة واحد شكري كونه تدعو غير الله تعالى وده موجود الآن زولي في الصلاة يقول إياك نعبد وإياك نستعين كلام جميل من أجمل الكلام يعني يا الله نحن هم نعبد الليت وما من السئين إلا بك يا الله سبحانه وتعالى امرك بره يا عتر ينادي القوم بس يا عتر كذي يا الحسن من المحن والبدر من الفقر والفي العلفون الأسرع من التلفون والتلفون بغادي فيه فيه لكن الله كريم بس هو ما بعرف وين مصائب كثيرة جدا نحن مشكلتنا مش في العلفون فيها كأرض واتسايعا في المظاهر الشركية والبدع والبلاوي موجودة لما كلها السودانيين ما بهم من منطقة من منطقة لكن المنطقة من قيمة بالدين للطاعة قد تكون بلد ما فيه عمارة واحدة لكن عجيزة في الله نظيفة قد بلد عمارات ناطحات سحاب وشيرك بالله فائدة شنو فيها فائدة ما فيه فائدة كلها ده بقع من العمارة بنادي الشيخ والشيخ انقال له اشتغل طلبة ابني عمارة ما بقدر ابنها ده تنادي كيف ته تنادي في الشدايض والحقون وافزعون وبشوفونا بس أنا بحرقني بشوفونا بس هس يتمسك الواحد تقول ليه اسمك منو ولك والله اسمه ادريس اهاي ادريس انا لو قلت للناس نادوا الله ما تنادوا يدريس كلامي شين والله يقول لك كلامك ما شين ما نادوا الله ما تنادون هنا كلامي كيف كلامك كيف شين ما شين طيب انا لما نقول نادوا الله ما تنادوا الشيخ ليه بيعتبروه زني نبز للشيخ ليه بيعتبروه انت عارف الجواب على السؤال ده شنو لانه ده محل المرض شفت الزول لمن تأبشم حل العوارة بيسرخ طوارئ دم حل العوارة بتاعته عوارة تقول له نادي الله ما تنادي الأنبياء البيت سايه وهي كلامك صاحب الله ما قاعدين نقول يا داود الحقنا ولا يا سليمان ابزعنا عليهم السلام جميعا نادي الله ما تنادي الصحابة تلقى ساكد سايه ولك يعني نادي الله ما تنادي عمل المخطاب رضي الله عنه كويس جدا نادي الله ما انادي الشيخ يسرخ طوارئ يقولك ما لكونوا ما للشيخ اتو الشيخ وفي القكبه مركوب ويديك بالعصاية اديك بالعكاز ولك اها جاب الجماعة اتت الجماعة القبال ما لك ما زعلت لهم ولك ما هذه لكما نبزن اهداء النبز دا مش معروف هس انا لو دارا نبز زول مش معروف اتا كديو كديو وهو اهلك كديو دا النبز الزول دا انا ما قلت لي اهلك كديو ولك قلت يا الشيخ اتا مي نادوك نادو الله دي نبذ كيف لذلك العقيدة الصحيحة تتوجه إلى الله قال تعالى ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين آية زيديهم ما بصدقوها يقول لك مصدقين قرآن بنكذبه لكنهم في الحقيقة ما بصدقون تقول للشيخ بانفع قولك بنفع وبذر قولها الله قال ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك قولك بنفع معارضة عديد ولا يضرك بضر هل سيدا ما قالي لهذا مع القرآن قال لك غير الله ما بنفع ولا بدر فإن فعلت ناديت غير الله فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو عشان ما دعلك لك حجاب ولا كمون ولا غيره قال لك وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله فلذلك ده الذي ندعو الناس إليه عقيد تكتبك في الله صحيحة لا تنادي بشر لا شيخ لا غيره دي نقطة النقطة الأخيرة أبعد من البدع البدع دي أبعد منه هاسي ده توكتوك الموتر ده شايفو الموتر ده شغال بانزين بكبه في محل معينة قدام وعنده موية بالجنبه بغادي بكبه فيه وعنده زيت بكبه في محل معينة تحت بيفتحوا حاجة بنزله الزيت هالكعب بدخل أنا لو جبت موية وزيت وبانزين محل الموية كبات بنزين ومحل الزيت كبات موية ومحل البانزين لخبطها كباتها الثالث الثالث نزيته إنته بتعرفه الشي ده بدور بمش ولا بجف مش من محل ما بقوم معينه دي زيت ده زيت وبعده شنو موية وبانزين لكن لما ختيناهم في غير موضعين ما بمش طيب دي واحد اتنين بتا مش لك دكتور وقولك عندك المرض الفلاني تبلع أربع حبات كل ستة ساعات تبلع حبة اليوم فيه أربع وعشرين ساعة كل ستة ساعات تبلع حبة أربع حبات لو بلعتها كل ستة ساعات مش الله بيكتب لك الشفاء اي لو جا ولدك قال لك يا با اتا وكد كل دا جتين تقول لنا الساعة تمت وما تمت اي اكشحين مرة واحدة بس اكشحين ما صنع خاشات جوا اكشحين انتهي مني بتاكشحين ولا بتبقى ماري بتقول لا اصبر شوية قل الله يا اخي ما الدكتور قال كذيه ما عندها خطوات معينة دا في الدنيا دمشوا بالخطوات بالكتالوج في محل بتاع شاحن ومحل بتاع سماعة بدخلوا السماعة في محل السماعة الشاهم بالشاهم ما بلق بتوا عربية عندها فرامل اي حاجة عندها شغل معينة الدين دا الجماعة دا رجاس فوه محل ازكار الصلاة يدخلوا بتاعة الدك ودي بيتمش الشغلة دي ولا بترجع بس هن دارين اخبطوا نحن دارين ونمشوا عديل كذيه رسول قال صلى الله عليه وسلم جيت الخلاق اهي تقول عوذ بالله من الخبث شنو الخبايث دا ذكر ولا ما ذكر تقولوا في دخول الخلاق لو جيت داخل المسجد بتقول الزكر دا كان قلته حرام ولا ما حرام هو ذكر لكن حرام هنا ولا ما حرام حرام لانه دم محلو في امتى المسألة النازل قالوا من حب النبي حبوه في اي محل انت في بيتك ما بتحبه بحبه الا تمرق الساحات وايام معينة في الاسبوع ولخبته تقول بحب النبي صلى الله عليه وسلم نحن بنحبه السنة كلها انت بس اتناشر يوم تقول لنا بحتفل بيو شي لا عمله ابو بكر ولا عمر ولا عثماء وكر دا رضي الله عنه اولاده في مكة مرق مع النبي صلى الله عليه وسلم ودخل الغار معه وفي خطر بحبه ولا ما بحبه بحبه سهيب الرومي دخل بيته وقروشه في مكة ومشى طوال المدينة ليه بحب النبي صلى الله عليه وسلم وقبل كده مؤمن بالله وده محبة الرسول برضو من الإيمان بالله تعالى من الإيمان بحب الدين وبحب النبي صلى الله عليه وسلم وما يرضو فيه كلمة ولا كلمة ما يرضوها فيه والرسول عليه الصلاة والسلام ويتوضى يجيبوا له الوضو وينبزغ يلحقوا بزاغوا صلى الله عليه وسلم حبه حبة عظيمة جدا وطلح ابن عبيد الله يوم حد الناس عشرة من المسلمين من الصحابة وفيهم طلحة رضي الله عنه الرسول يقول من يدفع عنا هؤلاء الكفار يقول للمسلمين العشرة دي من يدفع عنا هؤلاء وله الجنة يخش واحد يكتلوه التاني التالت الرابع دي البريدو ولا ما بريدو لما انطلح ابن عبيد الله يرفع النبي صلى الله عليه وسلم بيده ويصعد به الجبل ويدافع صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن طلحة بيحبوه اللي ما بحبوه بحبوه وخلوا أبهات وهالون وخلوا أي شيء من أجل هذا الدين وهاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما حصل سنة من السنوات عملوا مولي ولا دقوا خيام دي خيامة أبو هريرة أبي هريرة ودي أبي وكل الصدق وديك ما زووا كلام زي ذا الجماعة دي تلقاهم من بدره الواحد ماشي السوق هالفول بيكم والملوى بيكم داري عمل لها حلاوة بتاع تفولية ده بحب الرسول اللي داري بيع الزول لما ما قافل علي حاجة معينة بالعودين دعت التسالي تبيع في تسالي وكذي ودبت على شطة بتبش كلهم قاعدين هناك وباعدين وفي أطفال شاهلين نبل بتاع السير برضو ديل برضو بحبوه بتاع السير ديل برضو شغالين بيجنبه وواحدين بيجاء بتاع القسرة وبيجاء ديل حلويات وفي أولاد وبنات قالوك يا باسوسون تلاقا في المولد ديل بحبوه كذي ديل بحبوه كذي ديل بحبوه كذي وقا شرح له الموضوع دي كلها لخبتة ديل بيجنبه ديلك بتاعنا الطرق يحييروك شغالين عجاج فوق كذي شغالين وياسسين أسا يازو الأساس القالك سأسئس منوه وأسئسه ما لك بيجاء شغالين وديلك داقين نوبا ووحدين لافين بكراع واحد سوروه وديل بيشتغلوا لافين كذي لما نلاقوا الله ولا يتوب عليهم مواضيع كلها لخبتة وطرق وجماعات دي طريقتنا كذي ودي جماعتنا كذي وده حزيبنا كذي وده الاخره دا دين يدان لله تعالى العيش أزن أوك العيش أزن والجماعة أوك شغالين في المولد وبرضو بحب الرسول عليه الصلاة والسلام ومخالفينه ظاهرا وباطنا دي محبة النبي صلى الله عليه وسلم وده الاحتفال به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فسيرى اختلافا كثيرا طيب نسوشن فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور الشي الجديد بعد منه تعارف المولد جامتين ناس قالوا تلتمية وحاجة وناس زي ما ذكر ابن كثير رحمه الله قال سنة ستمية خمسة وعشرين هجرية حتى أن أظهر الملك المظفر من الفاطمين ستمية سنة حتى أن المولد ظهر هل ستمية سنة الفاتحة دي القبلية دي لما بحب الرسول عليه الصلاة والسلام والله قال اليوم أكملت لكم دينكم لما قال الآية دي ما كان في مولي تخيل بس جبتها كباية مليتها عصير تق لن نهاية مستميتها جبت حاجة رميته العصير بيحصل لجنه ما بيتدفق بالجماد الله قال لك اليوم أكملت لكم دينكم دين اكتمل وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لما قال الآية دي ما كان في مولي جابوا جديد الجماعة دي دي المشاكل كثيرة مصائب تقيلة جدا وبلاوي وفي حاجات جوة نحن ما بنقدر أيش نفصل فيه لكن إذا مدى الله في العجال نأتي ونذكر الناس بآيات الله وبحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ونكرر ونقول نحن والله في أشد السعادة في هذا المكان بالذات شفت المحل ده بالذات والله ما قدام الناس لكن ناس العزب ديل واخواننا برضو بيجاه باقي باحر وكذب جربنا فيهم الكثير شباب واحد بس بكلمتين بيستغيم بمشي بشو قدر بو ودارين رسالتنا دارين نوصلها والله لا دارين ندعو لي حزبية ولا طايفية ولا جماعة ولا سياسة ولا تجارة وكان جينا يوم شائلين ورقة وقلم قلنا سجلوا اسماك الناس دمش لا في تسجيل وليش بس أبقى مستقيم شوق دربك تلاقي الله راض عنك هذا الذي ندعو الناس إليه أسأل الله بأسماء الحسن وصفات العلا أن يوفقنا وإياكم لمن يحب ويرضى ويأخذ بنواصينا جميعا إلى البر والتقوى جزاكم الله خيرا على حسن السماع صلى الله وسلم على نبينا محمد ويلتغي إذا مدى الله في الآجال الخميس المقبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته